عبر الأقمى صنعية مباشرة من إسطنبول ينضم لنا السيد خطيب بدلا عضو الهيئة السياسية في الاتلاف السوري أستاذ الخطيب مساء الخير أهلا بك معنا إذن تصريحات روسيا بعدم تطرق لمصر الأسد والأنباء التي تتحدث عن استطاعة روسيا ربما إقناع الولايات المتحدة بذلك إضافة إلى ما صرح به سيد رياض نعسان آغا بأنها ستخوض المفاوضات ماذا نفهم من كل هذا؟ يعني ليس المهم في إقناع أمريكا يعني المهم أيضا إقناع الشعب السوري يعني هل يعقل أن نأتي الآن بعد كل هذه الأنهار من الدماء وهذه التضحيات والهجرة والهدم البيوت نقول أنه والله عفو الله عما مضى ويبقى الأسد في سوريا هذا بالنسبة للمعارضة غير مقبول وبالنسبة للشعب غير مقبول بالنسبة للمعارضة السورية الهيئة العلية للتفاوض التي تشكلت في شهر 12 في الرياض أصدرت في بيانة الختامية فقرة واضحة تقول أنها ستفاوض من أجل بناء سوريا بحكم دولة حقوق ومواطنة خالية من نظام الأسد من الأسد وجمعته يعني الحقيقة أن حصر صلاحيات بقاء الأسد من عدمه بالروس والأميركان هو فيه تجني كثير على الشعب السوري لأن هناك قضية يعني هو طرف فيها هو الذي يقتل الشعب وهو الذي يهجر الشعب وهو الذي يدمر المدن لا يمكن أن يكون هو جزءا من الحل نعم يعني هذا يعني أنه لن يتم الاستجابة لما طلبته موسكو باجتماع أو استئناف مفاوضات جديدة في جنف بين أطراف التفاوض السورية بالنسبة للموسكو منذ زمن طويل وهي يعني تنسى هذه النغمة لفترة ثم تعود إليها يعني دائما تحاول أن ترفع سعر ورقة الأسد يعني إذا كان هناك اتفاقات بين الأميركان والروس غير معلنة حول رحيل الأسد فهي تريد أن ترفع سعر هذه الورقة لأنها في المحصلة هي قادرة على تنحية الأسد حينما تريد ضمن حل سلمي إذا لم تستطع ذلك هي ضمن حل سلمي فستفشل طبعا العملية التفاوضية ولكن نحن لا نريد لها أن تفشل نريد أن تنتهي هذه المأساة ويذهب الشعب إلى بر الأمان طيب هل الآن وبعد دخول قوات الأسد إلى تدمر هل بات لدى موسكو حجة لإقناع العالم بعدم التطرق لمصر الأسد يعني هذه المسرحية الهزلية التي قاموا بها بعد أن وجهوا توبيخا للأسد عشية التفاوض وقالوا له كلاما لا يليق أن يقال لمن يعتبرونه رئيسا نحن لا نعتبره رئيسا عادوا الآن بعد أن خرجت داعش من تدمر إلى تنغيم على فكرة أن الأسد يحارب الإرهاب يعني يحارب الإرهاب من ليس إرهابيا يعني لا يمكن أن يكون الإرهابي نفسه هو محارب للإرهاب هذه الإقزوبة ما عادت تنطلي على الشعب السوري ولا على أي رأي عام في أي دولة يعني حتى الدول التي تدعم نظام الرأي العام الموجود فيها لا يفهم أنه نظام تخلى عن تدمر بسهولة والآن ساعدته الطائرات الروسية على استردادها يعني هي تفصيل صغير ضمن حرب كبيرة مستمرة منذ أربع سنوات في سوريا الحرب أقصد وليس الثورة الثورة خمس سنوات وأما الحرب فمستمرة منذ أربع سنوات هذا تفصيل صغير ياما خلال هذه الأربع سنوات خسر النظام مناطق وسرد مناطق هذه لا تعني إنعطافة تاريخية يعني في تاريخ الثورة السورية الأسد سيبقى إرهابيا ومجرما ويجب أن يرحال طيب سيد خطيب هذا الدعم المباشر من روسيا لنظام الأسد وللأسد ماذا بالنسبة للدول داعمة للشعب السوري يعني خاصة بعد انتهاء الجولة الثانية من جنيف ثلاثة لم نرى أي تصريحات ربما ساخنة من قبل دول داعمة للشعب السوري هل من دلالات لذلك أم هناك ربما اتصالات ما بينكم لم تظهر لنا لا هو بالنسبة لموضوع الأسد ما يزال الأمريكان بين الحين والآخر يقولون إنه لا مكان للأسد يعني بدليل أن جون برينان هو رئيس المخابرات وكارة مخابرات المركزية الأمريكية صرح بعد تصريحات الروس بأنه لا مكان للأسد هذه النغمة طبعا أمريكا لا تحارب إلى جانب المعارضة وإنما هي تشتغل على المسار السلمي وتضع ثقلها المعنوي في المسألة دول العربية الأخرى داعمة للشعب السوري؟ أين موقفها؟ نحن نعلم تمام العلم أن السعودية أعلنت أكثر من مرة أن الأسد إذا لم يرحل بالعملية السياسية يجب أن يرحل بالقوة هذا موقف معلم من قبل السعودية يعني دول الأخرى العربية الأخرى أو دول المنطقة ربما لديها موقف معادي للأسد ولكن ليس بهذه الحدة يعني الحقيقة أفضل موقف هو الموقف السعودي باختصار شديد في عشر الثوري يعني لا مفاوضات بدون تطرق لمسأل الأسد المفاوضات مستمرة ولكن الأسد يجب أن يرحل كما هو متفق عليه في بدء العملية الانتقالية الفترة الانتقالية نعم أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا سيد خطيب بدلا عضو الهيئة السياسية في الاتيلة في السوري كنت معنا عبر الرقم الصناعية مباشرة من اسطنبول